كلام في غاية الاحترام كلام عائل كلام موزون كلام زاكي العادة بتاعة فيتوريا انه كلامه بيبقى زاكي وافعاله اسكى بكتير بكتير هقول لكم حاجة وانا اقول لكم من يومين اول ما اتقال ان فيتوريا جاي يدرب منتخب مصر انا حب اشوف الراجل بيفكر ازاي طبعا بعيد عن الامور الفنية الشخصية تفرق معايا عشان الشخصية دي اللي بيتبني عليها حاجة كتير قوي بياخد كاراته ازاي بيفكر ازاي بيتعامل ازاي هيفيدنا ازاي هيساعدنا ازاي هيستحملنا في ايه هنستحمله في ايه تفاصيل كتيرة بين السطور فسمعت لقاءات كتيرة لقاءات صحفية وتلفزيونية كتيرة لبيتوريا عشان احاول استشفر الراجل ازاي بيفكر الراجل ازاي بيتعامل دي نقطة في منتهى اللي اهمية هؤلاء لحضراتكم حالا مع الصورة دلوقتي اللي قدام حضراتكم طيب الراجل ده في حوار سابق لي ركز معايا اوي في الكلمتين اللي هقولهم دول اوي اوي عشان تقرأ معايا الراجل ده بيفكر ازاي وهنشوف منه ايه على مستوى الكلام والافعال الفترة اللي جاية خش معايا في عقل فيتوريا الراجل ده في حوار سابق ليه قال انه بيهتم جدا بالملاعب الملاعب الملعب نفسه عامل ازاي وقال انه الملعب بيساعد جدا على تطوير اللاعبين لو ملعب جيد وقال انه بيهتم جدا بالنظام المسابقة اللي بيلعب فيها هو ما ضربش منتخب قبل كده كان بيدرب فريق بس بيقول المسابقة بتفرق معايا انتظام المسابقة وخلافه بيفرق معايا بتجهيزات الفنية والبدنية فهو هيركز معانا في الملاعب بتاعتنا وهيركز معانا في المسابقة بتاعتنا ده واحد اتنين كان ليه حوار تاني قال فيه ان انا بيهتم جدا بالقوة العقلية لللاعب القوة العقلية لللاعب قالك انا الامور النفسية والمعنوية تفرق معايا جدا مش بس الامور الفنية في الملعب وان اللاعب لازم يكون جاهز عقليا هو بيلعب معايا وان اللاعب لازم يكون في المران بيقدي مران بشكل كويس عشان اضمن انه هو بيلعب معايا كويس انه اللاعب عقليا انا بتكلم لك على الانتاباتي اللي انت بتسمعها دايما منتاباتي بتاعت اللاعبين العقلية بتاعت اللاعب يعني لو اللاعب العقلية بتاعته اي كلام مش هيروح المنتخب بتقول لي اي كلام احنا عارفين ل pathetic كلام يعني أنت بتقول إيه اللعيب ده كويس قوي بس العقلية بتاعته مش سليمة هو اللاعب العقلية بتاعته مش سليمة مش هيتاخد المنتخب حتى لو كويس دي نقطة وقال لك إن الأمور الفنية ينفع تطويرها لكن العقلية دي صعب بتطويرها الأمور الفنية أهم سهلة بس الأمور العقلية دي أهم حاجة هي اللي أنا بختارها على أساسها قال فلسفة التدريبية بتعتمد على اللاعبين الشباب يعني هو بيحب يلعب بلعبين شباب ده برضو يخليك تفكر هيضم مين للمنتخب مين اللاعبين اللي في معسكر المنتخب معدل أعمار المنتخب بس برضو لازم تفهم حاجة إنه ممكن يعتمد على لعبين شباب في فريق ويتورهم بس المنتخب ربما يكون الأمور مختلفة هو ما ضربش منتخب قبل كده ممكن يبقى عايز اللاعب الخبرات اللي عندها مباراة دولية كتير بس برضو هو بيركز جدا على الشباب قال إنه هو بيحرص جدا على الأمور الشخصية والنفسية لللاعبين يعني اللاعب اللي جاي وعنده مشكلة شخصية أو مشكلة نفسية هو بيتعامل معها قبل ما ينزل التدريب بيقول إنه أنا مقدرش أنزل اللاعب تدريب وديره تعليمات إلا لما يكون جاهز جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي لو مش جاهز هيبقى عندي مشكلة معاه في التدريبات في حوار ليه قبل كده وكان في السعودية لما كان بيدرب في السعودية قال إنه هو بيحترم كل الثقافات وبيعرف يتعامل مع كل الثقافات وقال إنه في حاجات ممكن تختلف من ثقافاتنا في البرتغال عن الثقافات في الوطن العربي وهو بيعرف يتعامل مع هذه الأمور ده كان قبل كده في تصريح قاله على اللاعبين كانوا بياخدوا أجازات لزروف شخصية وحاجات أسرية قال ده ممكن ما يحصلش عندي في البرتغال بس ممكن يحصل هنا وأنا بتفاهم ده عشان كده بوافق على الأجازات دي في حوار ليه قال إنه هو طموحه يبني أكاديمية يبني أكاديمية للشباب في المستقبل هو بيقول دايما إن أنا بحب أطلع شباب إن أنا بحب يكون طلع من تحدي إيدي لعبين شباب وده يديك برضو منظور إنه الراجل هيفضل يسر على فكرة الشباب يعني اللعب الشاب اللي هيتطور في الدور المصري مثلا هتلاقي عينه جات عليه وهيخده حتى لو الناس لسه مششايفة هو بيحب اللعبين الشباب ويحب إنه هم يحسبوا ليه إنه هو طورهم وده اللي قاله النهاردة في المؤتمر الصحف لما قال إن أنا أحاول يبقى فيه محمد صلاح تاني قال إن فيه أشياء مهمة جدا لكل لعب منها الجانب التكتيكي والنفسي والبدني قال إن فيه كتير قوي من المدربين بيشتغلوا بس على الجانب التكتيكي بس أنا بشتغل على زي ما قلت لكم الأمور النفسية مع طبعا الأمور البدنية قال في تصريح لما تقاله كان لسه متولي تدريب أحد الفرق وتقاله إنه الجماهير بتنتقده قال أنا بتفهم جدا أنت قواتي الجماهير وأنا عارف إن الجماهير دايما بتطلب نتائج سريعة ودي مش حاجة غريبة بالنسبة لي يعني الراجل هيستحملنا من الآخر يعني لما هنقوله لا عايزين نكسب بسرعة هيبقى متقبل ده لما عايزين نتائج كويسة هيتقبل ده وفاهم إنه مش هينفع ياخد وقت كبير عشان يعمل نتائج كويسة إن الجماهير دايما عايزة نتائج كويسة من أول مباراة هو من المدربين بحسب تصريحاته اللي بيحبوا يغلقوا التدريبات بعيد عن الوسائل الإعلام يعني صعبة هتلاقوا تدريبات لفيتوريا مع منتخب مصر أو أمام أعين وسائل الإعلام هيقفل التدريبات بتاعته ومش هيفتحها لي وسائل الإعلام ده مبدئين كده عشان ما يحصلش الخلافات وزعها للمعروف دايما بأنك أعلمين ومدربين اللي بيقفلوا التدريبات هو مدرب بيقول دايما إن أنا شغلي الفني والبدني وكل الشيء لازم يكون في سرية تامة حلوة دي قالك إن أنا دايما بشوف أخطاء الحكام جزء من جمال اللعبة أنا لا أنتقد تحكيم ولا أعطي مبررات في أي مباراة ما بيديش مبررات لخسارة أي مباراة ويقول إن الحكام هو ما السوي هو مقتنع إنه الحكام أو أخطاء الحكام جزء من متعة الكرة وهو من المدربين لما سرشت عليه مش من الناس اللي كل شوية تتكلم على الحكام خالص ما بيحطش مبررات واحدة حلوة بقى في الآخر دي بقى دي آخر حاجة قالك من لا يستطع تحمل الانتقادات في عملنا يبحث عن مهنة أخر اللي ما يستحملش ينتقد كمدير فني يشوف له شغلنا تانية ده فيتوريا دي دماغه وبيفكر إزاي هو راجل غير تصادمي ما بيعملش أزمات ما بيديش مبررات يعني مش هتلاقوه مرة طالع يقولك أصل الاتحاد الكرة ما ساعدنيش أصل اللعبة مش كويسة أصل التحكيم مش عارف إيه هو دايما في كل الخسائر اللي سمعت له بعدها لقاءات هو لا يتحدث إلا على نفسه عن فريقه يقول أنا اللي غلطان وهنشتغل إزاي في المستقبل مع الفريق أنا اللي غلطان ما بيقولش أي مبرر في بعض الأمور كان عليه ضغط كبير جدا سواء إدارية من الإدارة أو من التحكيم ورغم كده لا يصرح أبدا بانتقاد الإدارة أو التحكيم حتى لو فيه أخطاء فعلا من الإدارة أو من التحكيم أنا احترم المدرب اللي من النوعية دي وهو هادي جدا بالمناسبة مع جيسرس الموديل فني السابق السابق للهلال السعودي وكان هو مدرب أيضا برط وقت ما كان بيتوريا مدرب بين فيكا كان فيه بينهم دايما شد وجذبي جدا في تصريحات المؤتمرات الصحفية عشان الناس هتقول لي لا دا كان بيتخاني وكان بيتكلم بس كان دايما جيسوس هو اللي كان بيستفزه وكان في توريا بيرد فقط عليه ببعض التصريحات الهادئة هو هادي الشخصية اللي انشفتوها النهاردة دي هي شخصيته دائما وكل اللاعبين اللي اشتغل معهم في توريا هتلاقيهم في تصريحات صحفية وتلفزيونية يشيدون بالرجل جدا والتعامل النفسي والفني والبدني في التدريبات فحشان كده هو مصدر تفاؤل ربما يكون مصدر تفاؤل ان شاء الله انه يكون القادم افضل لمنتخب مصر دا بيتوريا دي قصة منتخب مصر والموديل الفني اللي قاعد اربع سنين وان شاء الله يكملهم وتبقى الامور جيدة دون اي مشاكل ان شاء الله باذن الله باذن الله ما نعملش اي ازمات وتفضل ويكمل المشروع بتاعه وانا عجبني كابت الحزن لما قال ان احنا مش هنتحسب بالقطة الراجل مكمل اللي اربع سنين حتى كأس العالم الفين ستة وعشرين ان شاء الله